الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين زيدنا محمد وعلى اله وصحبه يا جمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ومفعنا معلمتنا وزيدنا حلمة بازن نتكلم اه في هذا الفيديو عن اه فرماكولوجي اوف شابتر الهيماتولوجي تمام? اه والله الهيماتولوجي ده المفروض انه هو بيحمل اه 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 بيحمل الهيموستاتيك دراجز هو بيحمل الانتيكواجلنت والانتيكواجلنت هي عكس الهيموستاتيك دراجز يعني الهيموستاتيك دراجز هي الدراجز اللي هي اه هي ادوية زيادة التجلط تمام? او ادوية الادوية اللي بتمنع الادوية اللي بتمنع التجلط تمام? يعني مسلا هنلاقي بتحتيه الايه الفيتامين كي مسلا اللي هو بيمنع الوارفرين اللي هو الانتي دوت بتاع الوارفرين هنلاقي البروتامين سلفيت اللي هو الانتي دوت بتاع الهيبرين اما هي ادوية ايه? هي ادوية منع التجلط اللي هي بقى الورفرين والبروتامين سالفيت الى اخيره. تمام? طيب. الانتكواجلن دول مش هتكلم عنهم في الشابتر الهيمتولوجيا. هنالنا هتكلم عنهم في الشابتر الايه? الجرياتريكس ان شاء الله. وما انا اضع هتكلم عن ايه? هتكلم على والهيموستاتيك دراجز. طيب خلينا نبدأ اول حاجة بي دراجز فور ايرن ديفيشنس اناميا واللي فيها مين لي بنتكلم مع الايرن ثيرابي. تمام? طيب. اول حاجة قبل ما نبدأ نتكلم على العلاج. محتاج بس انت صغير افكرك بحاجة او اعرفك حاجة. انه المست كومان كوز ايرن ديفيشنس اناميا هو الكرونيك بلاد لوس. هو الكرونيك بلاد لوس. بس فيه كوز تاني مهم جدا 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 بيعمل برضو ايرن ديفيشنس اناميا. اسمه اناميا اوف كرونيك ايلنس. يبقى انا عندي اتنين ميجور كوزز بيعملو ايرن فيشنس اناميا محتاجهم اعرفهم في البطنة كويس لان هما دول اصلا الحالات اللي انا هقابلهم. يا اما الشخص ده عنده 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 او الشخص دوت عنده ايه? عنده كرونيك بلاد لوس. تمام? طيب الفرق. الفرق انه اول حاجة اللي عنده كرونيك بلاد لوس ده كمية الايرن هتقل. كمية الايرن هتقل. ليه لانه هو كل شوية عمالي يفقد دم وفي نفس وقت مش بيعوض هذا الايرن فالايرن لما هيقل هيقل مع الفيريتين الفيريتين ده معلش الفيريتين ده هو يعني اسمه فيريتين فلما الايرن توتا ليقل اكيد هيقل الفيريتين فهبص يلاقي زاد التوتا الايرن بايند الكباسيتي او الترانس فيرين يعني ايه يعني الايرن الترانس بورتر ان بلود هيبدأوا يزيدوا بيدوروا بيدوروا في البلود على اي ايرن علشان يبدأ يحمل ويبعت على ايه علبوم مارو عشان يصنع عرب سيز تمام وبصورة اخرى عشان تتحفظ لو افترضنا مسلا ان احنا عندنا فصل الفصل دوت الكباسة بتاعته اه التوتا لطلاب كباستي تلاتين طالب فلو افترضنا ان حصل غياب او خلينا نقول الاول ان حصل التلاتين طالب حضره يبقى الكباسة بتاعت الفصل ده والتلاتين طالب عدد الكرسي الفاضية كام زيرو يبقى ما عادش في حد يقدر يخش تاني طلاب تاني تخش الفصل ده طب لو حصل غياب عشين طالب غابه اصبح كده ان الكرسي اللي فاضية عشرين كرسي يبقى التوتا طلاب كباستي بقت عشرين اللي هما اللي غايبين اقدر اجيب اي عشرين طالب اركبهم او ادخلهم ايه هذا الفصل فده ببساطة شديدة يعني ان لما الايرن هيقل هيزيد التوتا كباستي لان الدنيا بقت فاضية ما بقاش في ايه ما بقاش في اا 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 او بيزيد الترانسفرين اللي هما ايه اسمه ترانسفرين اللي هو بيعمل ترانسبرتيشن اللي في البلد هيزيد تمام طيب ونتاج هزا كله يديني المايكروسيتيك انيميا او المايكروسيتيك هيبوكروميك انيميا اللي تفاصيلها بقى المملة في محاضرات البطنة اللي احنا عاملينها في القناة تمام مش هتكلم عنها دلوقتي ده اسمه ايه اسمه كرونيك بلودلوس او اين دفشنس انيميا دوتو كرونيك بلودلوس بينما الانيميا وفي كرونيك انيميس الوضع مختلف يعني ايه الوضع مختلف الكرونيك انيميس ده بيبقى مصاحب له انفلاميشن سيستيميك او كرونيك انفلاميشن الانفلاميشن ده بيزيد مع السايتوكاينز والانفلاماتري ميدياترز اللي من اهمها الانترلوكين ساكس الانترلوكين ساكس بيستيميولات سيكريشن اوف هيبيسايدن من الليفر هيبيسايدن الهيبيسايدن ده بيقلل الابزوبشن اوف ايرن بيقلل في الكورونيك إيلنس مش ان آآ في لص لا ده ما فيش بالاضافة الجسم الجسم ان هو يعمل يقلل يزود في الخلايا بتاعته علشان بمعنى الشخص اللي عنده ده الجسم بيبدأ يفهم ان انا دلوقتي ضعيف والجسم عارف ان الباثوجينز بتحب ان هي تستخدم عشان تاكل عليها وتتعايش فالجسم يبدأ يعمل ايه ياخد يقوم يدخله داخل الخلايا مزود علشان يبريفنت البكتيريا انها توصل لهذا الايرن فبالتالي ما تتكثرش عليه وايه وتقتله فبص سلاقي ان الايرن بقى قليل الايرن بقى قليل علشان زاد الهيبي صايدن وزاد اللي مستخبي جوه الخلايا فالتوتال ايرن او السيركريوتينج ايرن بقى قليل الترانسفرين والتوتال ايرن بايندين كباستي هم كمان هيقله ليه لان الجسم خلى يعمل سيكريشن للهيبي صايدن ويخلى يديكريز في الحاجات اللي بتنقل الايرن في السيركوليشن يعني وجود الهيبي صايدن ووجود السيستم اللي بيبريفنت الايرن يوصل بيقلل في اللي هما الترانسفرين والتوتال ايرن بايندينج كباستي على عكس على عكس ده اللي كان فيه التوتال ايرن بايندينج كباستي عالي وهنلاقي كمان ايه زيادة هلاقي زيادة في الفريتين زيادة في الفريتين ليه اصل الفريتين دوت هو المعلم بتاع الكورونيك ايلنس ده المعلم بتاع الكورونيك ايلنس هو ومزود عشان يمنع البكتيريا من ان يتوصله فبتالي هلاقي الفيريتين عالي تمام طيب لمعلوماتك برضو الاسرائية كلمة هي كلمة مكونة من جزئين هيبي يعني يطالع من الليفر وسايدن يعني قاتل قاتل ايه ولا ولا بيقتل ايه يعني بيقتل البكتيريا ما هو هيبي سايدن بيطلع من الليفر يمنع عشان يقللوا في الدم فيقبى قاتل للبكتيريا كيلينج باور يعني تماما عشان كاسمه هيبي سايدن حلوة قوي ايه الكلام ده طيب دي كانت ايه هنت كده سريع بالداية على الكلام على الاندفشن سريع ومنتذكر مع بعض البطنة طيب في كلمتين كده على الابزوبشن والله الايرن ده موجود في جسمي على شكلين على شكل فرس وشكل اخر فرك اللي هو اللي هو بيتكتب فرس والله احنا لما بنجي ناخد الفرك ده لازم لازم يتحول الى فرس عشان اعرف اعمل له ابزوبشن وبيحصل له ابزوبشن عن طريق حاجة اسمها فيتامين سي فرق ريداكتيز تمام يبقى الفرك لازم يتحول الى فرس عشان يحصل له ابزوبشن والكلام ده بيحصل فين بيحصل في الديودينم بيحصل في الديودينم طيب مهمة جدا حتت بيحصل في الديودينم عشان يحتاجها كمان شوية طيب نيجي بقى ايه نتكلم بقى بالتفصيل اكتر على الاورال ايرن بريباريشنز والله عندي بقى بريباريشنز بما ان انا عندي نعم الايرن فرس وفرس فانا عندي اول حاجة عندي الفرس والفرس دوت بيبقى متحد بيسولت ففيه فرس فيومريت فرس سالفيت وفرس اجولوكونيت تمام وفيه فرق اللي هو الفرق مالطول تمام بس تخلي بالك ان الفرق دوت زي ما اتفقنا لازم يحصل له داخل الجسم بالفيتامين سي فرق عشان يحصل له ابزوبشن تمام طيب وبيحصل ابزوبشن في الديودينم طيب احنا محتاجين الدي ايرن الديلي ريكوايرمنت والله احنا محتاجين من عشرة الى عشرين ميلي جرام ايرن بردي بس خلي بالك الامونت اف ايرن ابزوربت از اولي عشرة في المية الامونت اف ايرن اللي حضرتك اخدته كده كده الكباسة بتاعة الديودينم هتعمل ابزوبشن لعشرة في المية بس ازا انت محتاج اصلا ادي ايه بقى من الايرن اللي هتبلعه او كده هتحتاج مية لمتين ميلي جرام اف ايلي منتال ايرن يعني ايه يلي منتال ايرن يعني ايفاليبو الاندريدي بي بعزوربت باي دي جات ليه? علشان امتص عشرة في المية منهم اللي هم ازا عشرة الى عشرين ميلي جرام عشان يديني ايه بتاعتي ازا ايا كان الايرن اللي هتاخده الفورمولا بتاعته طبيعته يعني او النوع بتاعه او الشركة او ايا كان الاير ده هيتم امتصاص عشرة في المية فقط. يبقى انا محتاجة دي ايه? محتاج اخد مية الامتين ميلي جرام. اي الايرن. علشان يدينا عشر عشرين ميلي جرام بر ايه? بير دي. حلوة او. فبدأوا يعملولي ايه? الفرس. وبجلوكونيت. امثلة على ده مسلا. الفرس وهي جدول كده في الكتاب. عايزين نفهموه بس احنا اخد مسأل واحد. عندنا الفرس في ورات ده. فرس في ورات ده بيقول لي ايه? بيقول لي ان ميتان ميلي جرام. يعني ايه الكلام ده? يعني ال کميكلhere كونباوند فورم اللي عندي اللي هي فرس في ورات اللي هي فرس ماسك في اللي هو في يوميريت ده على بعضه كده قد ايه? متين ملي جرام. بس الحقيقة هل دول كلهم على بعض يعتبروا? لأ. ده جزء من الايرن ماسك في جزء ايه? فعشان كده ده على بعضه كده متين ملي جرام. اما الاليمينتا الايرن بتاع الفرس في يوميريت قد ايه? خمسة وستين ملي جرام بس. يعني كمية الايرن بتاعته اللي موجودة في هذا الكمباوند خمسة وستين ملي جرام. ومن ثم الابزوربت منه ستة ونصف ملي جرام. ستة ونصف ملي جرام. تمام? ازا انا محتاج اخد مرتين في اليوم فرس في يوميريت عشان اوصل للايه? للركوارد انت بتاعتي اللي هي اصل من عشرة لعشرية. تمام? طيب. بيقول لي ان ادوية الدراك ثيرابي اه اه اللي هي ادوية الحديد دهيت. محتاجة تتاخذ محتاج ان انا اخدها او او افتر الميل. ها? الميل. محتاجة اخدها ساعة قبل الميل او ساعتين بعد الميل. يعني على لان بيحصل حاجة اسمها يعني ايه? يعني الكافي دول بيقللوا فانا محتاج ان انا اخد فيه على علشان ما يقصرش على بتاعه اللي انا اصلا بقول لك ده هو يا دوبك. ده هو يا دوبك عشرة في المية بس من الايون لانت بتاعت بيحصل له امتصاص. ام حاطط لي اكل كمان يقلل الامتصاص ما ينفعش. بس معلومة مهمة لازم تبع عرفها ان الفيتامين سي ده هيزود الابزوبشن. ليه? اصل فيتامين سي دوت موجود فين? موجود في البيتامين سي ريداكتيز اللي هو بيحول الفرك الى فرس فيزود الابزوبشن منه في الديودنا. فبالتالي فبالتالي الفيتامين سي اكيد هيزود الابزوبشن. تمام? طيب. في عاجة اسمها اه الايرن ما ينفعش برضو ناخده مع عدوية اخرى. ليه? بل كمان ما ينفعش ناخده مع اذر مينرالز زي الزينك. وده هنقوله كمان شوية. علشان هيقص على الابزوبشن بتاعه. فمسلا الانتاسد الانتاسد والهيستامين تو اه ريسيبتور انتاجونيست والبيت باي اللي هي الادوية اللي اتكلمنا عنها في بتاعت البيبتيك السر. دول بيعلوا يعني بيخلوا تمام? فبالتالي ده بيقص على الابزوبشن. وخصوصا الانتاسد ده بيقول لك بفرق كبير قبل ما ناخد يعني بيقول لك ان الايه? ان لو الشخص ده بياخد يبقى اه تتاخد ساعتين قبل ما ياخد انتاسد او اربع ساعات بعد ما ياخد الانتاسد. تمام? عشان ما تقصرش على الابزوبشن. طيب الايرن شخصيا بيقصر على بعض الادوية زي ده والبيسفوسونات. بيقصر على الفلوروكويني لونز. بيقصر على التراسايكل وبيقصر على الفيروكسن. بيقال بتاعه. تمام? طيب. يبقى مهمة جدا حتة الايرن اه فود انتراكشن والايرن دراكشن. تمام? طيب. بالنسبة بقى للتريتمنت ايه البروتوكول او ازاي هنعمل والله انت بتدي اه ايرن لحد ما تبدأ تتحسن حالة الشخص ده. هو يبدأ ما يبقاش عنده ايه خالص. وتوقف? لا. بتكمل تدي ايرن لمدة تلاتة الى ستة شهور بعد ايه. ليه? عشان تعمل للايرن ستوريتش. تمام? عشان ايرن المخزون بتاعه يبدأ ايه? يتملى ايرن علشان لو انت وقفت على طول وقت ما اه حصل ايه هيرجع له تاني ايه. تمام? طيب تعرف ازاي انه فيه والله بنعرف بحاجتين. اول حاجة يبدأ يبقى في وده بيظهر بعد الاسبوع الرابع للاسبوع آآ بعد سوري اليوم الرابع ليه اليوم الاتناشر من العلاج او يبدأ الهموجل بالليفل يعلى. ويبدأ الهمليفل يعلى بدي ايه? بيعلى زيرو بوينت ففتين جرام بعد اول اسبوع من ارقام دي مهمة جدا. تمام? طيب ايه بتاعت آآ ايرن? والله حاجات بسيطة جدا. اول حاجة جي ايتي دستيربنس. واشهر حاجة على الاطلاق هي الميتاليك تيست. الميتاليك تيست. ممكن يعمل نوجيا كوليك ديارية. تمام? طيب. علشان اقلل بقى الصايد ايفكت ديت محتاجة اعمل ايه? محتاجة ابدأ العب شوية بقى. العب في ايه بقى? اول الحاجة ممكن ان انا ادي الايرن ده مع الميل. الله مش انت رسي قال دوقتي من شوية ان الايرن ده لما هيتاخد مع الميل هيقلل اه ما انا عايز اقلل الابزوبشن عشان اقلل بس ده هيبقى ايه? هيبقى ريسك ان انا معالكش الشخص ده كويس. تمام? بس اهي طريقة من الطرق. ممكن اعمل حاجة اسمها يعني ابدأ ادي اقل دوز ممكنة وابدأ عليها واحدة واحدة لحد ماوصل للمكسيمم. ممكن اعمل يعني ادي حاجة يعني مسلا فرس في يوميريد ده بتاعة خمسة وستين ميلي جرام. ممكن اجرب ادي بقى فرس جلو كونيت. ايه الفايدة ده هيقلل شوية او يعني ايه? يعني ادي يوم ويوم لا. ادي يوم ويوم لا. تمام? ده كله في محاولة ان انا اقلل طيب مشهورة جدا جدا برضو عن الايرن هو ان بيعمل بلاك كالرد ستول. ودي مهمة جدا تاخد بالك منها علشان علشان الاوكلت بلاد لص. اصل الشخص الشخص اللي هو عنده ايرد فيشنس انيميا خصوصا لو كبير في السن هبدأ دايما اخاف ان هو يكون عنده اوكلت جي اي بليدنج. اوكلت جي اي بليدنج. والاوكلت جي اي بليدنج انيميا وانا مش عارف ايه سببها. ويجي الشخص ده يجي يقول لي انا عندي انا كده هتلغبط. هتلغبط في ايه? هتلغبط هي دي ميلينا? ولا الشخص دوت عنده من الايرن فاز ما اخلي بالي. تمام? طيب. في بقى على جنب كده اه اضر فورم. عندي حاجة اسمها دي عبارة عن بيطلع ايرن كده. اه ثروه وهو ماشي في واحدة واحدة. تمام? علشان يقلل بس في مشكلة. ان ايرن مين لي بيحصل له ابزوبشن من الديودنم. وجزء برضو من الجيوجنم. ديت مش بتطلع كل اللي جواها الا في الاخر. يعني بتطلع واحدة واحدة. فبالتالي في جزء من الايرن هيطلع بعد الديودنم او هيطلع بعد الجيوجنم. فبالتالي مش يحصل له ابزوبشن كويس. فده هيقلل لي برضو الابزوبشن وبالتالي هيقلل الايه? الافكسي. طيب في ايه تاني? في مالتي فيتامين مينرال يعني ايه? يعني عبارة عن كابسولات. مفيهاش حديد بس. فيها حديد فيها فيتامين بي سكس وفيتامين بي تويلف. وفيها مسلا زينك. مشكلتها ايه? مشكلتها ان هي لو دوز ايرن. فبالتالي مش هتعالج. مش هنفع استخدامها. زائد ان بعض المينرال زي الزينك بيأثروا على ابزوبشن بتاع الايه? بتاع الايرن. فلازم برضو نخلي بالنا من النقطة دي. طيب. بعد كده عايزين نتكلم عالتوكسيستي. يعني ايه توكسيستي? يعني واحد اخد ايرن زيادة عن اللزوم. طيب هو مين اللي ياخد ايرن زيادة عن اللزوم? اتنين. اول حاجة واحد عايز ينتحر. فيقوم مبلبع شريط الحديد كله. تاني حاجة الاطفال. اصل شرائط الايرن ديت اه دايما بتاخدها مسلا لايه? الامهات او اه اه او البنات علشان اه الخصوص اللي بيعدهم عشان دي بتعمل ايه? بتعمل اه ايرن ديفيشنسي انيميا. فالمشكلة ان الحبوب ديت بتكون موجودة ايه مرمية في اي مكان? وبيكون شكلها عامل زي المنبوني احمر وصفر واغدر ومش عارف ايه وبتاع. فالطفل هو ماشي شايف هفكرها منبوني ام اربعها كلها. فيخش في ايه? عشان كده الايرن توكسيستي كومن لي جدا في الايه? تمام? طيب. مشكلة الايرن انه بيعمل توكسيستي بطريقتين. اولا اولا يعني ايه? يعني الايرن ده ذات نفسه عامل كأنه كده كأنه اسد. كأنه بياكل في الميوكوزة بتاعت الجي اي تي. تمام? فممكن يعملي دي اول حاجة. تمام? طيب ايه تاني? الايرن ده لما بيحصل للترانسبورتر بتاعته اللي هو الترانسفرين الموجود في البلد. هيبدأ يزيد الفري سيركيوليتنج ايرن في البلد. ويبدأ بقى يترشأ في الخلايا بتاعت الجسم اشهرها الليفر. علشان يعمل ايه? علشان بيخش يعمل في الميتو كوندريال فانكشن. بيامبير الميتو كوندريال فانكشن. واهم حاجة في الميتو كوندريا هي الاكسيدات الفوسفوريوليشن او استخراج الطاقة. فما عادش فيه طاقة وما عادش فيه آآآ مقدرة على استخدام الاكسوجين. فبالتالي تبدأ الخلايا تخش فيه ان هي تحاول تتخرج طاقة من مصادر اخرى غير الاكسوجين. فتبدأ تزود اللاكتك اسد برودكشن فيحصل فيه ميتابوليك اسيدوزيس. الخلايا يبدأ تخش في نكروزز وتموت فتعمل اكيوت ليفر فيلير كارديوفاسكولر كولابس وفي الاخير ديث. فاربعة ست ساعات. تمام? يبقى التوكسيستي بتاعت الايرن مش حاجة ايه? مش حاجة بسيطة. عشان كده اختراعولها تريتمينت جميل جدا اسمه ايه? اسمه ديفروكسامين ديفروكسامين ده بيتاخد انترافينس ام فيوجن. يمسك في الايرن يحاول يتحوله الى كومبلكس اسمه فروكسامين. فركس مع ايه? فرك مع او فرس مع ديفروكسامين. يبقى لتنمع مع بعضي فروكسامين. اللي هو نان توكسيك كومبلكس. نان توكسيك كومبلكس. تمام? الهاف لايف بتاعته ست ساعات. طيب اه 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 الصيد ايفكت البسيطة بتاعت ان هو بيعمل طيب الصيد ايفكت اللي مش بسيطة ان احنا لو ديناه برابد انفيوجن هيعمل فلاشنج ارتكاريا هايبوتنشن وشك. يبقى لازم نخلي بالنا مش بني دي ايه? طيب. الكلام اللي فده كله كان عالايرن. في بقى ايه? بارينترال ايرن. بارينترال بتتاخد اي في او اي ام. طب دي يعني بحتاجها ليه? بحتاجها والله لو الاورال ده مش جايب معايا نتيجة. يعني بقى في اورال انتولرانس صيد ايفكت قوية جدا مش عارف ايه الشخص ده مش قدير يستحملها. او الاورال انتيك كان نوت كنترول يعني الشخص ده عنده انيميا بتريزيست الاورال ثرابي ومش مش مش جايبة معاه. او الاورال ايرن ثرابي يعني ايه? يعني الشخص ده عنده مثلا اه مشكلة في فبالتالي او مثلا فيها مشكلة. فبالتالي الاورال ايرن ده مش هيحصل له فمش هينفع. فبالتالي بديله ايه? تمام? في مرض مسلا اسمه ده شخص يعني ما عندوش فبالتالي كله ما ياخد ايرن ما يمتصش. لان الايرن محتاج اه اله في الامتصاص. فالشخص ده على طول عندو دي سندروم. ايه معا ايرن ديفيشنسي انيميا اكلوروهايدريا ويبقى لايبه نوع من الماليجنسي مش مهم. ومعا اسوشياب معا اسوفيجية الويب. خلاص? طيب الشخص ده مني نعالجه اه ونعالج الايرن ديفيشنسي انيميا بتاعته ده هنديله ايه? هنديله اورال ايرن? لا هنديله ايه? اخيرا ان انا محتاج رابد كوريكشن عشان انا هدخل الشخص ده مثلا في سرجيري حالا وهو انامك فانا محتاج اعمل رابد كوريكشن فهديله ايه? تمام? طيب. عندي زي الايرن جلوكونيت زي الايرن ساكروز زي الايرن سوربيتيل ستريت كومبليكس وزي الايرن دكستران والايرن دكستران دوت محتاج الليرجي تست محتاج الليرجي تست عشان ممكن يعمل انا في لاكسس. بتاعته حاجات لوكال وحاجات سيستاميك اللوكال. اثناء الحق ان كده في خصوصا انترا ماسكولر ده بيكون ممكن كمان يعمل ثرومبو في البايت. ستاب سيستاميك مانيفستيشن. يعمل لينفا دينوباثي. انا في لاكسس. والانا في لاكسس دي خطيرة جدا 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 جدا. علشان كده لازم يتاخد ايه? ان هوسبيتال سيتنج ويذ مونيتورينج. وخصوصا حتى بعد ما بنيدي البرباليشن. خلي الشخص ده قدامي نص ساعة كده الى خمسة واربعين دي افضل متاب وعمل له خايف يحصل اي 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 انا في لاكسس. تمام? ده كان بالنسبة لي الايه? ايه? ايه? الجزء التاني من المحاضرة هو الهيموستاتيك دراكس. الهيموستاتيك دراكس دراكس سهلة جدا ان هي الانتي هيموراجيك ايجنت. اه هنرجع مع بعض بس سريعا لانك لما كده كده انت محتاج تحفظه. في اي امتحان بطن انت محتاج تحفظه. طيب هنرجعوا ليه? لان عليها تعرف التريت منت او تعرف الادوية ببساطة شديدة. احنا عندنا الكواجيشن كسكيد ده عبارة عن انترنسيك باثوي واكسينسيك باثوي. الانترنسيك باثوي ده بدايته عن طريق ان احنا بيحصل يبدأ يتحول الفاكتور رقم اتناشر الى اكتيفيت فاكتور اتناشر. عشان اكتيفيت فاكتور اتناشر الى اكتيفيت فاكتور حداشر الى اكتيفيت فاكتور حداشر. فاكتور حداشر دوت يديه حول تسعة الى اكتيفيت فاكتور تسعة. تمام? فاكتور تسعة ده بيجي معه شلة كده. بيجي معه الكالسيوم وبيجي معه فاكتور تمانية الاكتيفيتد. فاكتور تمانية الاكتيفيتد. تمام? علشان يبدأوا يعملوا اكتيفيتشن لفاكتور عشر. تمام? يعمله اكتيفيشن لفاكتور عشر هنا خلص الانترينسيك بصوية طب الاكسترينسيك الاكسترينسيك ده انه حصل دامج للاندوثيليا التيشو فالدمج ده عمل اكتيفيشن للتيشو فاكتور اللي هو فاكتور تلاتة الى اكتيفييتد فاكتور تلاتة الاكتيفييتد فاكتور تلاتة بيجي برضو زي فاكتور تسعة بالشلة بتاعته اللي هو مين فاكتور سابعة والكالسي يخشه كده بربطة المعلم على فاكتور عشر 10 ده بيجي برضو معا كالسيوم يروح يأكتفيت فاكتور 2 اللي هو الثرومبن في اكتفيت فاكتور 2 اللي هو الثرومبن عشان الثرومبن ده يأكتفيت فاكتور 1 إلى فيبرين وفي نفس الوقت الثرومبن ده بيروح يأكتفيت فاكتور 5 علشان فاكتور 5 كمان يساعد على السيكريشن يبهى الثرومبن بيساعد على بتاعت نفسه يعني احنا فاكتور عشرة دوت محتاج معاه حاجتين كمان محتاج معاه فاكتور خمسة ومحتاج معاه كالسيم عشان ايه عشان يشغل الثرومبن طب فاكتور خمسة ده مين اللي عمله اكتيفيشن الثرومبن الثرومبن تمام يبقى الثرومبن بعد ما حصله اول مرة اكتيفيشن راح عمل ايه راح عمل اكتيفيشن لفاكتور خمسة تمام طيب الثرومبن ده هيروح اكتيفيت فاكتور 1 اللي هو الفايبرين عشان الفايبرين مع الاستابلايزنج فاكتور اللي هو فاكتور 13 يعملولي طب معليش هو فاكتور 13 ده من اللي عمللو اكتيفاشل برضو تمام عشان يديني تكونت او تكونت عايزين بقى نتخلص منها ونحللها بيجي بيجي البلازمين اللي هو أصلا مصدره اللي عمللو اكتيفيتور حاجة اسمها بلازمينوجين اكتيفيتور يبقى البلازمينوجين اكتيفيتور حول البلازمينجين الى بلازمين علشان يبدأ يقصص فيه الستابل فيبرين كلوت تمام طيب عندي الثرومبت ده اللي هو قوي جدا ومهم جدا في انه هو ياكتيفيت فاكتور 1 يكون لفايبرين وانه هو ياكتيفيت فاكتور 5 وانه هو ياكتيفيت فاكتور 13 اللي بيعمله انهيبشن حاجة في الجسم اسمها انتي ثرومبين 3 انتي ثرومبين 3 تمام ده ببساطة شديدة الكواجلشن كسكات طب ايه الادوية اللي عندي والله الادوية اللي عندي اسمها انتيموراجيك يعني ايه انتيموراجيك يعني حاجات تقتشيات تقوي هذا الكواجلشن كاسكيد او ان هي تمنع اي حاجة بتوقف هذا الكواجلشن كاسكيد كلام جميل اول حاجة عندي الفاكتورز اللي عليها دائرة دي اللي هو فاكتور 8 وفاكتور 9 وفاكتور 10 وفاكتور اتنين اللي بنجمحهم في ايه? الف وفاكتور اه مش معانا فاكتور تمانية دلوقتي انا بتكلم عاصدي على فاكتور سبعة وفاكتور اه تسعة فاكتور عشرة وفاكتور اتنين اللي هما الف تسعمية اتنين وسبعين. الف تسعمية اتنين وسبعين. دول مين بيشتغل عليهم? دول بيشتغل عليهم الفيتامين كي. الفيتامين كي. الفيتامين كي بيزود الفاكتورز الف تسعمية اتنين وسبعين عشرة وتسعة وسبعة او اتنين. فيتامين كي دا عندي منه نعين كي وان اللي هو موجود في بلانتس وكي تول هو طالع من البكتيريا الفلورى اللي موجودة في الجي اي تي. هلنصغل خط شوية. حلو الكلام. تمام? بيزود برودكشن اوف الالف وتسعمائة اتنين وسبعين. عشرة تسعة سبعة اتنين. تمام? بعد ايه? بعد ستة لاتنشر ساعة من الاورال ادمنيستريشن او بعد ساعة لساعتين من الانترافينس ادمنيستريشن. يزد الفيتامين كي غير مناسب في الاكيوت بليدنج. تمام? غير مناسب في الاكيوت بليدنج. او ما احنا بنستخدمه ايه? والله بنستخدمه لو الشخص عنده فيتامين كي ديفيشنسي او لو الشخص دوت عنده وارفرين توكسيستي اصل الا آآ فيتامين كي هو الانتي دوتر بتاع الفيتامين. تمام? ويبدأ يصلاح للورفرين توكسيستي بعد 24 ساعة. فعشان كده بيقول لك لا حضرتك تدي فريش فروزن بلازما ومعها فيتامين كي. فريش فروزن بلازما تستابيلايز الحالة دلوقتي والفيتامين كي في خلال اتناشر الى اربعة عشر ساعة تبدأ تصلح التوكسيس دي تمام طيب بتاعته بسيطة جدا انا في لاكسس مش بسيطة كضعفها لا بسيطة كعددها حاجات بسيطة كفي الحفظ يعني انا في لاكسس لو ديناف عشان كده ما ينفعش ندي اسرع من تمام ده الفيتامين كي طيب ايه تاني عندنا والله عندنا حاجة اسمها ثرومبين ده الثرومبين دوت بيحمل له حاجة اسمها طيب الانتي ثرومبين ده اللي بيعمله ويه ادوية بتزود من وجوده وبتزود من الاكشن بتاعته بيقول بتزود من الفقشة بتاعته عشر اضعاف الهيبرين طيب ايه رأيك بقى ان انا ايه اخترع لك ده يقفل ليه الهيبرين حاجة اسمها بروتامين سالفيت بروتامين سالفيت ده بيمسك في الهيبرين عشان يعمل مالهوش اي ايه خالص والله لو برضو بيعمل الانافيلاكسيز وسيفير جنب الانتي ثرومبين ده اختراعنا دوا اسمه ده بيجي تران ده ده بيجي تران دوا الدوا بيينهبت دايركت الانتي ثرومبين يبلهيبرين بينهبت دايركت الثرومبين يبلهيبرين بينهبت ثرومبين ايه اندايركت عن طريق انه بيزود الاكشن بتاع الانتي ثرومبين ثري طب الدبجي تران لا ده بيدايركت كده بينهبت ثرومبين طب ايه رأيك بقى اخترع لك دوا يقفل لك الدبجي تران ده اللي هو الادارة سوزي ماب سوزي دي بتروح تكلبش في الدبجي تران وتاخده بالاحضان والبوس وتقول له والله ما انا سايباك فبتقوم عاملة ريفيرس للاكشن بتاعه فبالتالي ايه تمنع الانتي كو اجليشن اكشن بتاعه تمام سوزي دي مشكلتها ان هي ست مش كويسة فللأسف لما احنا بنحقنها بتعمل تمام طيب ايه تاني عندي ممكن ان انا استخدمه والله ممكن فاكتور تمانية ده تمام او ممكن كمان ده ممكن اشتغل عليه طيب خلنا نبدأ الاول ده كان بيعمل ايه بيحول لبلازمينجن لبلازمين فبيعمل ايه فبينهبت او بيقطع فانا هروح اعمل ايه هروح جاية قافل البنازمينجن اكتيفيتور ها دي ايه انتي بلازمين زي الاماينو كوربوريك اسد وزي الترانزيميك اسد تمام بيستخدم كانتي دوت لثرومبولياتيك ايجنت وبردو بيعمل ثرومبوزيز زي سوزي وبيعمل هايبوتينشن اخر حاجة عندي هي الفاكتور تمانية فاكتور تمانية ده فيه احنا ممكن ندي ايه ندي حاجة اسمها ديزمو بريسين ديزمو بريسين ده الفازو بريسين ديزمو بريسين ده بيروح يمسك على V2 ريسبتور اللي هي زازو بريسين 2 اللي موجودة على الاندوثيليم فيزود من فاكتور هو ده فاكتور 8 لأ ده الحامل بتاع فاكتور 8 اللي من غيره فاكتور 8 ما عرفش يمشي تمام فلما بيزود فانا كده بحس من ايه من وجود فاكتور تمانية طيب باستخدمه في ايه في الحاجات اللي فيها نقصان لفاكتور تمانية اللي هي الهيموفيلية ايه بس المايلد فورم وفي حالات الفون والبراند فاكتور ديزيز وتفاصيلها في مشروحة في البطن طيب عندي التيرلي بريسن اللي هو برضو فازو بريسن بس ده بيشتغل على في وان فازو بريسن ريسبتور وان ده بيعمل فازو كونستريكش بقى وده اللي اتكلمنا عنه في محاضات الهيباتولوجي اللي بنستخدمه فور اكيوت فيريسية الهيمورج كمان ممكن قديم مع الالبوم انفحالات الهيباتورينال سندروم الهيباتورينال سندروم كنا شحناها في الهيباتولوجي سريعا وقلنا ايه وقلنا ان الشخص اللي عنده مالفونجشن ده بيبع عنده اسايتس ويبع عنده ايديمة وبيع عنده فده بيأثر على الرينال بيرفيوجن وبيخلي الرينال تجن وبالتالي يعمل الهيباتورينال سندروم طيب بالتالي بلسن فانكشن ايه بقى هو مع الالبوم من كده هيعمل وريستور للايه للرينال بلاد فلو فيقلل او يمنع الايه الافكت بتاع الهيباتورينال سندروم تمام ده ببساطة شديدة وده كان ايه اه جزء الهيماتولوجي الخاص بي الكلينيكا الفرماكولوجي والصراحة جزء سهل جدا وبسيط حتى المحاضرة ما كملتش معانا ايه نصف ساعة يعني تمنى تكون كل حاجة مفهومة وتأمل ان الامور تكون متيسرة وان شاء الله هنزل ايه هذا الفايل في القناة التليجرام زي ما احنا متعودين سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لايه الا انت نستغفرك وانا تبقى لك